اعلان تنسقية المقاومة العراقية تصعيد عملياتها ضد القوات الامريكية في العراق يؤكد حقيقة تشكيل ايران فصائل نخبوية جديدة اقل عددا واكثر احترافية ويشير بوضوح الى تخلي ايران عن دعم الفصائل المسلحة التقليدية سيما بعد تورط اغلبها بملفات فساد وانتهاكات ادت الى نقمة شعبية ضدها الفصائل المسلحة الجديدة التي يتم الحديث عنها علنا تحاول باعلانها استنساخ تجربة حماس الاخيرة في صد العدوان عن غزة واجمار الكيان الاسرائيلي على طلب الهدنة وتتهم واشنطن الفصائل المستحدثة بالمسؤولية عن الهجمات الاخيرة التي استهدفت مواقع عراقية يوجد فيها خبراء عسكريون امريكيون واستخدمت فيها طائرات دون طيار وبحسب المصادر الامريكية فقد تم تدريب هذه الجماعات الجديدة المنتخبة العام الماضي في بيروت بالتنسيق مع حزب الله اللبناني على حرب الطائرات المسيرة والمراقبة والدعاية عبر الانترنت بالتواصل مباشرة مع ضباط في فيلق القدس وينطوي التحول الى الاعتماد على مجموعات اصغر على مزايا تيكتيكية فهي اقل عرضة للاختراق ويمكن ان تكون اكثر فاعلية في استخدام التقنيات الحديثة لضرب خصوم ايران وتثبيت نفوذها مجددا تغيير ايران لاسلوبها في استخدام الفصائل المسلحة يكشف عن تراجع ثقتها في بعض الفصائل التي دعمتها لسنوات طويلة واستخدمتها في عدة مهمات وتمثل الفصائل المستحدثة حلا مهما للجنرال قاءاني الذي لا يملك ارثا عميقا يمكنه من ادارة لعبة الفصائل والميليشيات وهو خيار منطقي يمكنه من الاستغناء عن بعض اللاعبين واشراك لعبين جدد اكثر انضباطا وولاءهم له وليس لسلفه سليماني